أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سلا وإنت انشئت يا رب العالمين تجعلت صلى سلا بإذن الله رب العالمين في هذا اللقاء سوف نتكلم على تحليل المقدار الثلاثي على صورة المربع الكامل للصف الثاني الإعدادي ما معنى مربع كامل إيه هي الأعداد المربعات الكاملة يعني هي الأعداد اللي لها تزور زي الأربعة الأربعة دي عبارة عن إيه 2 تربيع يعني 2 تربيع يعني إيه يعني أضرب اللي 2 في نفسها مرتين يعني كده 2 الكل أس 2 بنسمي ديه 2 أس 2 مربع كامل اللي هي صورة 4 زي إيه كمان 16 عبارة عن 4 أس 2 يعني أربعة تربيع بنسمي الأربعة وستاشر أعداد مربعات كاملة لإن لها جذور فإذا قلنا المقدار ألف سين تربيع زائد بأسين زائد جيم هذا المقدر الثلاثي هو مربع كامل يبقى معناها إيه يعني معناها إن في هنا مقدار أول زائد مقدار ثاني كل ده تربيع يعني لما بحلل الكلام ده بحلله إلى مقدار أول ومقدار ثاني وهو نفس القوس يتضرب في نفسه مرتين زي ما شفنا هنا الستاشر مش هي أربعة كله تربيع يعني الستاشر دي هي عدد أضربه في نفسه مرتين يبقى المقدار الثلاثي ده كله هو عدد بين أضربه في نفسه مرتين أو مقدار جابري مكون من حدين أول وثاني بيتضرب في نفسه كم مرة مرتين طيب متى أعرف إن المقدار ده مقدار يحلل إلى مقدار ثلاثي مربع كامل أول حاجة يلازم العدد الأول فيه أو الحد الأول اللي هو ألف سين تربيع ده يكون مربع الأول إيه مربع كامل ثاني حاجة برضو العدد الأخير ده اللي هو جيم اللي هو الأخير مربع كامل يعني أشوف عدد ضربه في نفسه مرتين دي جيم وعدد ضربه في نفسه مرتين دي ألف سين تربيع لازم إشارة الأخير تكون موجبة إشارة التالت ده لازم الإشارة تكون موجبة يعني أنا لو شفت مقدار إشارة الأخير ده سالبة على طول من غير معمل أي حاجة بقول عليه ليس مربع كامل طيب في المربع في المقدار الثلاثي لما كنا بنجيب الحد الأوسط بنقول الحد الأوسط في المقدار الثلاثي بنجيبه إزاي بنقول اللي هو بيساوي اتنين في جذر الأول في جذر الثالث نجيب جذر الأول في جذر الثالث في اتنين يديني الحد الأوسط طبعا بإشارة الأوسط طيب هنا الإشارة دي بتبقى موجبة أو سالبة تبعا للحد الأوسط الإشارة دي من أخدها موجبة أو سالبة تبع إشارة حد الأوسط هنشوف كلام ده في التمارين بالتفصيل يبقى أنا عندي الحد الأوسط بساوي اتنين في جذر الأول في جذر الثالث طب لو انا عايز اجيب الاول والثالث نربع الطرفين كده هتديني ايه مربع الاوسط بيساوي اثنين اربعة في الاول في الثالث القاعدة دي بجيب منها يا الحد الاوسط اذا كان مجهول في بعض المسائل او الاول او الثالث لو انت عايز تجيب الاول يبقى الاول بيساوي ايه مربع الاوسط على اربعة في الثالث ونفس الكلام الثالث بيساوي مربع الاوسط على اربعة في الاول ومربع الاوسط بيساوي اربعة في الاول في الثالث يبقى انا عند القاعدة دي ايه والقاعدة دي اللي هي المربع الاول بسهو اربعة في الاول في سئة ثالث ننتقل لحل التمارين تمارين ثلاثة تحلل المقدار السلاسي المربع الكامل اسئل الكتاب الجزارة اللي ايه قبلها العلامة دي بين اي المقادير الاتية مربعا كاملين باول حاجة عايز اعرف المقادير دي مربعات كاملة ولا لا بتلاحظ ان الالف تربيع زائد التسعة دي مربع كامل لا مش مربع كامل لان انا عندي الالف لو انا اخدت جزرها زائد جزر التاني اللي هي تلاتة وقلت ده تربيع لما بتيجي تربع ده فين الحد التالت اللي هو الاوسط اللي هو يبقى اتنين في تلاتة بستة اهلف مش موجودهن يبقى ده ما هوش مقدار سلاسي علشان اقول عليه مربع كامل او احوله الى شكل القوز ده يبقى ده ليس مربع كامل يبقى ازان لازم عشان يكون المقدار اللي عندي مربع كامل بداية فيه لازم يكون هو مقدار من اه الحدود له حدود ثلاثة او مقدار ثلاثة يبقى لازم يكون مقدار ثلاثي يبقى المربع الكامل اللي لازم يكون ثلاثي بدا ليس نربع كامل سين تربية نقى 12 سين زائد 36 يبقى اول حاجة الاشارة مجاب اه ما فيش عامل مشترك مترتب يبقى اول حاجة يكون عند الترتيب ويكون ما فيش عامل مشترك ابدأ بقى اشوف الاشارة مجابة هذا حاجة 36 لها جازر اه نعم السين تربية لها جازر اللي هي السين يبقى 36 جازرها 6 السين جازرها السين تربية جازرها سين طب الاوسط ده بيجي ازاي بضرب السين في 6 في 2 يبقى ايزا 6 في 2 بـ 12 في سين بـ 12 سين يبقى ايزا ده فعلا مربع كامل وحيكون شكله ازاي يبقى السين اشارة الاوسط جازر الاخير يبقى جازر الاول جازر الاخير اشارة الاوسط الكل تربية شرط ان يكون مربع كامل ده لام تربيع لها جازر الاشارة مجاب مفيش عامل مشترك طيب الحد الاخير 16 4 ميم جازرها 4 ميم طيب الاوسط ده لام ف4 ميم بربعة لام ميم في 2 بـ 8 لام ميم ايبا ده فعلا مربع كامل ايبا ده مربع كامل ده مربع كامل ده لا طيب ازاي حاولوا مربع كامل ادي الجازر الاول اشارة الاوسط جازر الاخير الكل تربيع طيب 4 جيم اوسط اربعة نقص 12 جيم تربيع ده نقص 9 ده تربيع ده كده مفيش عامل مشترك الاشارة هنا ايه سالب خلاص نتوقف ده ليس مربع كامل علشان الاشارة هنا ايه سالب تبتعرف تقول لي ليه مربع كامل لو الاشارة سالب علشان مفيش اشارة اضربها في نفسها مرتين تديني سالب مفيش اشارة اضربها في نفسها مرتين تديني سالب لان انا عايز ااخد جازر الاخير يبقى انا هاخد جازر الاشارة بتاعته الاشارة بتاعته برعا ايه سالب يبقى السالب دي لها جازر ملهاش جازر وبالتالي يبقى ده الحد الاخير كله ملوش جازر باشارته اخد الحد الاخير باشارته لازم يكون له جزر. عشان كده ده مهواش مربع كامل. طيب ده حد الاخير موجب. الاولين جزروا واحد. التاني جزروا الف. واحد في الف بالف في اتنين تاني باتنين الف واشارة الايه الاوسط سليبي. ده مربع كامل. ده مش مربع كامل. يبقى واحد. هو عبارة عن واحد. اشارة الاوسط. جزر الاخير. الكل تربيع. ده كده مربع كامل. الف تربيع ناصل. الف با زائد با تربيع. اعدي لها ده موجب. ده له جزر وده له جزر. لكن اوسط. تعم نشوف الاوسط. جزر ده الف. جزر ده با. يبقى الف في با. بالف با. في اتنين. باتنين الف با. يبقى ده ما هواش مربع كامل. ليه? لان لما باخد جزر الاول. اضربه في جزر التالت. في اتنين. ما بيدنيش الاوسط. لكن في بعض الشروط متوفرة. الاول له. جزر. التاني له. الاخير له. جزر. الاشارة مجابا. كل ده تلات شروط متوفرينه. في ترتيب. وثلات شروط متوفرة. لكن اما باجي. اجيب الاوسط. اللي هو الجزر الاول. في جزر الاخير. اللي هي الف في با. في اتنين. اللي هي القاعدة بتاعت الحد الاوسط. بيديني. اتنين الف في با. لكن دي. الف با. بس. يبقى ده ليس مربع كامل. 25 سين تربيع. ناقص 15 سين زي التسعة. هنا دي مترتبة. ما فيش عامل مشترك. دي العامل مشترك تلاتة مش ماشي هنا. وخمسة مش ماشي. ما فيش عامل مشترك طيب. الاشارة. الاخيرة مجاب. والتسعة لها جزر. اللي هو الحد الاخير. والأولان له جزر. خمسة سين. يبقى التلاتة اضربة في خمسة سين. في اتنين. المفروض ديد خمستاشر. نشوف. تلاتة في خمسة بخمستاشر. في اتنين. بثلاثين دي خمستاشر. يبقى ذا ليس مربع كامل. لأن الاوسط عبارة عن ايه؟ اتنين. في جزر الاول اللي هو خمسة سين. في جزر الاخير اللي هو ثلاتة. اضرب. 2 في 5 و 10 10 في 3 ب 30 سين دي 15 سين يبقى ده ليس مربع كم 9 سين تربيع زائد 15 سين صاد زائد 25 سات تربيع تعال نشوف كده عام المشترك مفيش لعندي 25 طيب مترتب أو مترتب الأول له جزر 3 سين يبقى نشوف الأوسط على طول ده 3 سين في الأخير جزره 5 صاد اضرب ده في اتنين يدينا الاوسط نشوف اتنين في خمسة بعشر في ثلاثة بثلاثين دي خمستاشر يبدا برضو ماهوش مربع كامل تلاحظة مسألة ديت هي دي تقريبا في الاعداد طيب هنا اربعة ستة وتلاثين الف تكعيب زائد واحد تمانين الف قس ستة الا اربعة دي عبارة عن ايه ده جزر الاشارة الاخيرة موجبة الاخير له جزر الاربعة جزرها ايه نشوف الاوسط كده هيمشي معانا بقى يبقى الاربعة جزرها اتنين طيب في اتنين كمان بتاعت القعدة يبقى اتنين جزر الاول في جزر الاخير اللي هو تسعة الف قس تلاتة بناخد جزر الواحد وتمانين تسعة ونص القس اللي هو بتاع الالف قس ستة تبقى الف قس تلاتة بتساوي اتنين في اتنين باربعة اربعة في تسعة بستة وتلاتين الف وستلاتة يبقى كده فعلا دي مربع كامل تب نكتبه بقى بيساوي هيبقى تنين اشارة الاوسط جازر الاخير هو تسعة الف وستلاتة لكل تربيع ده كتبنا كده بالشكل ده خلصنا عشر دي طيب يبقى لسه دي ودي طيب ربع صاد تربيع دي نقص صاد زائد اربعة الربع جازرها كام نص لان الواحد جازر واحد الاربع جازرها اتنين يبقى نص الصاد تربيع صاد نضرب الكلام ده في الاتنين ده انا بجيب الاوسط لان هي الاشارة هنا مجابة دي لوجازر دي لوجازر نشوف بقى الاوسط في جازر دي بكام باتنين باربع نص دي في اتنين بواحد اتنين صاد بقى الناتجة اتنين صاد بقى ده ليس مربع كامل لان الاوسط اللي المفروض يطلع من الحدين الاول والاخير ما بيسويش الاوسط اللي في المقبع طيب واحد من مية سين تربيع نقص ناشر من عشرة سين زائد واحد ده انا عندي الاخير ده مجابة ويبقى ايه ده الشرط واحد من الشرط حقق والواحد جازرها واحد طيب نشوف بقى واحد من مية سين تربيع جازرها ايه هي انت متلخبط فيها هتتعملها كده واحد عالمية مش هي واحد عالمية الواحد جازره ايه واحد نبقى نجيب الاوسط كده يلا الاوسط الواحد جازره ايه هذه اللي اثنين تعال قعدة في IT يجزر ايه المية جازرها عشرة ايه بواحد علا عشرة السين تربع جازرها سين في واحد اللي هو ده بساوي واحد في واحد في اثنين باعتنين من عشرة اثنين على عشرة السين اليها بساوي اثنين من عشرة سين الي هو الاوسط يبقى مربع كامل اذا بنكتبه إزاي بقى الله وهو واحد من عشرة الجزر بتاع الواحد من مية سين زائد ناقص لعشرة الأوسط جزر الأخير واحد لكل تربيع يبدأ كده مربع كامل ننتقل للمجموعة الثانية من الأسئلة هناك مجموعة الثانية ومجموعة الثالثة سنركز على الأسئلة اللي هي قابلها على العلامة بتاع كتاب المزارة هنا ميم تربيع بقول حلل كل ميمة يأتي ميم تربيع ناقص للميم زائد واحد بتساوي ده مربع كامل هنشوف بقى على طول نعمل أي تحليل هتعمل كده هذا القوس ودي التربيع وتحط شرط الأوسط خلاص كده جزر هذا القوس والشرط الأوسط سالب والتربيع جزر الأول ميم جزر الأخير واحد تب تأكد كده سوا عشان نجيب الأوسط أضرب ده في ده في اتنين يبقى سالب واحد في ميم بسالب ميم في اتنين بسالب اتنين ميم يبقى كده حللنا صح طيب التانية بتساوي برضو نفس الكلام هذا القوس هو تربيع وإشارة الأوسط السين جزرها سين الصاد جزرها الصاد خلاص الموضوع كده انت تب نتأكد سين في صاد بسين صاد في اتنين باتنين سين صاد طيب هنا تسعة سين تربيع زائد اتناشر سين زائد اربعة التسعة جزرها تلاتة يبقى تساوي هذا القوس هو تربيع تسعة يبقى تلاتة سين والاربعة جزرها اتنين شرط الأوسط خمسة وعشرين جزر الخمسة هذا القوس تربيع شرط الأوسط سالب الخمسة وعشرين بقى تربيع بخمسة بقى والواحد بواحد وهكذا تحليل سهل وجميل جدا ماشي شوف الأخيرة دي ها قبل القوس هاو تربيع والاشارة بتاع الاوسط جزر الاول هي من تلاتة او من تلاتة اهم حاجة اشوف هي من تلاتة او لا تلاتة تابع قوة كاف التصاعدي هنا مفيش كاف هنا كاف هنا كاف تربيع طيب بجزر الاول ستة ستة في ستة في ستة وتلاتة جزر الثاني خمس كاف الاوسط خمسة في ستة بتلاتين في اتنين بستين طيب دي متراتب او متراتب يبقى دي القوس هاو تربيع شرط الاوسط اهي الاول جزر واحد الاخير جزر خمسة والف قس اربعة بالف تربيع تضرب ده في ده تبديك عشر الف تربيع في اتنين تضرب ده في ده في اتنين تبديك عشر يبقى كده المجموعة التانية دي سهلة مفيش فيها صعوب نشوف المجموعة التانية حل الكل مما يأتي تحليل حل الكل مما يأتي تمنتاشر صعب تربيع اصناشر صعب زائد اتنين ده لو جزر اه دي دي ملوش جزر ولد ولد لو جزر طيب يبقى انا بنتبه لان انا اشوف العام المشترك اه التمنتاشر والتناشر والتنين يقبلوا جميعا على الاتنين يبقى دي عبارة عن اتنين في تسعة صعب تربيع ناقص ستة صعب زائد واحد اصبح دي لو جزر والاخير لو جزر يبقى ده بيسوي اللي اتنين موجودة معايا باستمرار ودي الامقص ودي التربيع ودي اشارة الاوسط التسعة صعب تربيع جزرها تلاتة صعب الواحد جزرها واحد تمنتاك نشوف الاوسط بتاعنا اضرب ده في ده في اتنين سالب واحد في تلاتة بسالب تلاتة في اتنين ستة صعب هي ستة صعب طيب طيب نشوف كده الاخيرة ديت جي من اصدال زائد اتنين سين في جي من اصدال زائد سين تربيع في جي من اصدال تلاحظ ان جي من اصدال عامل مشترك عندك على طول يبقى ده عشرة هي ايجابتها هناخد جي من اصدال عامل مشترك باقي لي قوس كبير في ايه هنا اسم ده على ده فالواحد اسم دوت على جي من اصدال هتدي اتنين سين زائد اسم ده على جي من اصدال هتدي سين تربيع بتساوي جي من اصدال في واحد جزر الاول وده التربيع وده اقشارة الاوسط ده اقشارة الاوسط ده التربيع الجزر الاول وجزر الاخير تحليل سهلة مفيش في صحوبة جميلة تبتأكد من الاوسط واحد في سين بسين في اتنين باتنين سين الاتنين بتاع الاول في الثاني في اتنين الاول في الثاني في اتنين باتنين سين نختار اي واحدة كده ولتكن ستة دي نجيم ست بتقول اربعة وشرين سين اربعة وشرين سين تربيع ستة سين تكعيب تلاحظ ان هنا سين هنا سين هنا سين هنا ست تقبل الاربعة وشرين على الست ودي تقبل على الست يبقى انا هاخد ستة سين عامل مشترك بجيم ستة هاخد ستة ايه ستة سين مشترك اسم على دي هتديني اربعة زي اسم على دي هتديني اربعة سين اسم على دي هتدي سين تربيع تمام يبقى بتساوي ادي الستة سين ايه معايا ماشي على طول ودي ادي القوص تربيع وشرط الاوسط يبقى انا مايهم انش ترتيب تنازلي ولا تصعودي بشتغل عادي اذا كان تنازلي او تصعودي هو كده مترتب تنازلي تصعودي يبقى الجزر الاول باثنين وشرط الاوسط موجب وجزر الاخير بسين عاوست اكد اضرب ده في ده في اتنين اتنين في السين باثنين سين في اتنين باربعة سين يبا كده خلصنا المجموعة التالتة وكل مسائلة سهلة بنفس الطريقة لو شفنا الصفحة التالية حلل هنطرق نسيب باية الاسئلة للفيديو التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجو منكم الدعم والمشاركة وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر